ومن برلين ينضم إلينا زاهي علاوي الباحث السياسي أهلا بك سيد علاوي بما أنك تتحدث من برلين أود أن أبدأ بالسؤال عن تصويت البوندستاك على إرسال أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا رغم تحذيرات روسيا بأن تدفق الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا يهدد أمن القارة الأوروبية ألا تعير الحكومة الألمانية أذانا صاغية للتحذيرات الروسية وصراحة هذا القرار جاء بعد مداولات وبعد انتقادات كبيرة سواء من بعض الدول في حلف الناتو أو حتى من المعارضة والتي كانت تشكل الحكومة السابقة الاتحاد المسيحي كانت هناك بالفعل ضغوطات سياسية حتى من داخل اتلاف الحكومي لتقديم مزيد من الأسلحة وخاصة الأسلحة الثقيلة لأوكرانيا كأسلحة دفاعية هذا القرار يأتي بداية باب الضغوط ومحاولة لتخفيف الضغوط على أوكرانيا وكذلك لتخفيف الانتقادات الحادة التي واجهتها ألمانيا في الأون الأخيرة في المقابل يمكن اعتبار هذا القرار بأنه سيساهم في تأجيج الصراع وسيساهم في اعتبار ألمانيا جزءا أو طرفا في هذه المعركة خاصة حسب ما ترى موسكو ولكن الألماني يعتبرون أن هذه الأسلحة هي ليست قتالية وإنما الدفاعية للدفاع عن النفس والقانون يتيح لدول الناتو دعم دول غير عضو في حلف الناتو للدفاع عن نفسها ومن هنا تحاول ألمانيا اللعب على ولكن مع هذه التبريرات الألمانية ما زالت روسيا تحذر ألا يعتقد صناع القرار في ألمانيا ألا يخشون ربما يتحسبون من أن الأزمة قد تخرج الآن خارج حدود أوكرانيا أم يعتبرون كل هذه التحذيرات الروسية هي مجرد كلام لا أكثر لا أعتقد أن صانع القرار السياسي في ألمانيا يعتبر أن هذه التهديدات مجرد تهديد ومجرد كلام من أجل ردع الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية من تقديم الأسلحة إلى أوكرانيا هذا كان قبل الحرب حتى عندما فرضت وتم التلويح بفرض عقوبات على روسيا قبل الهجوم أكد السياسي الألمان بأنهم كانوا يعتقدون بأن هذه التهديدات ستردع روسيا عن الهجوم وكانت هناك التأكيدات بأن روسيا لا يقوم بهذه الخطوة الآن صناع القرار في ألمانيا بين كفي كماشة بين فكي كماشة إذن هناك مشكلة أن الضغوطات الداخلية كبيرة جدا الضغوطات الخارجية كبيرة جدا في المقابل هم بحاجة إلى التحرك لكن روسيا لديها أيضا ورقة الغاز التي يمكن لها أن تلعب بها وتقطع الغاز عن ألمانيا والاتحاد الأوروبي ما يعني انهيار الاقتصاد الألماني بشكل كبير ما يعني ملايين فرص العمل ستنتهي في ألمانيا إذن سيكون الثمن ظاهر داخل دول الاتحاد الأوروبي إذا أقدمت روسيا على تنفيذ تهديداتها واعتبار ألمانيا والدول التي تقدم الأسلحة لأوكرانيا طرفا في هذه الحرب هذا إضافة إلى أنهم يأخذون التهديدات الروسية على محمل الجاد من أن الأمر قد يتحول فعلا إلى حرب عالمية ثالثة وهنا سؤال برأيك أنت سيد علاوي ما السيناريو الأخطر الذي قد يؤدي فعلا إلى نشوب حرب أوروبية أوسع أو ربما حرب عالمية السيناريو الأخطر في هذا الإطار أو أن يكون هناك توقع بنشوب حرب هو فعلا أن يكون تزويد أوكرانيا بشكل أكبر من الأسلحة الآن تم إقرار تزويدها بخمسين دبابة مضادة للطائرات تعتبر أسلحة دفاعية ولكن الولايات المتحدة أقرت رفع ميزانية دعمها لأوكرانيا أقرت بتزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة لم يتم تزويد أوكرانيا بالطائرات التي يمكن أن تهاجم وأن تكون ندا للطائرات الروسية ولكن إذا كان هناك فعلا الآن دخول فنلندا والسويد إلى حلف الناتو وتم نصب أسلحة لحلف الناتو في الدول الجارة لروسيا تم انتداد فعلا الناتو نحو الشرق فروسيا هددت أيضا بنصب أسلحة كيموية وأسلحة نووية في بحر البلطيق ما يعني أن الأمور تتجه نحو التصعيد ولا أحد يمكن أن يتوقع إلى أي مدى يمكن أن تصل هذه المعركة ولكن الخشة كبيرة الحديث الآن فعلا عن مخاطر أي خطوة يمكن لروسيا أن تقدم عليها خاصة في ظل هذا الدعم المتواصل لأوكرانيا بالأسلحة والأسلحة الثقيلة روسيا استهدفت في الفترات الماضية مخازن الأسلحة التي وصلت إلى أوكرانيا وبالتالي يمكن لها أيضا استهداف هذه الشحنات التي قد تصل ولكن لا أحد يعلم إلى أي مدى يمكن أن يذهب الرئيس الروسي سواء باستخدام السلاح النووي أو حتى باستهداف بعض الدول الأوروبية التي قد تشارك في الحرب أو قد يعتبرها جزءا وطرفا في هذه المعركة طيب يعني في هذا الوقت أيضا تتصاعد إحكمالات التوتر بسبب موضوع انضمام السويد وفنلندا أيضا إلى الناتو الناتو يقول بأنهما سوف تتمكنان سريعا من الانضمام للحل فلنتحدث هنا عن شهور مثلا أم أقل أم أكثر يعني طبعا مسألة انضمام أو القبول العدوية قد يستمر إلى حوالي ستة أشهر السؤال يبقى ماذا سيحصل في هذه الشهور الستة التي ستنضي حتى يتمكن حلف الناتو من ضم كل من فنلندا والسويد إضافة إلى ذلك يمكن لأوكرانيا أيضا أن تنضم إلى عضوية الناتو هذه فترة ليست بالبسيطة يمكن أيضا أن تتغير كثير من المعطيات على الأرض أعتقد أن الأهداف الأساسية بالنسبة للرئيس الروسي هي ضم المنطقة الشرقية لأوكرانيا ومنع أوكرانيا من الوصول بأن لا يكون لها حدود على البحر الأسود وبالتالي ضمان ممر بري إلى جزيرة القرم من خلال السيطرة على مدينة ماريوبول وبالتالي أن يكون له هناك نوع من السيطرة الكاملة على البحر لكن مسألة هذه الست شهور هي فترة طويلة جدا في المعارك ولكن إن حصلت الخطوة سيد علاوي إن حصلت ما حدود الرد الروسي المتوقع على خطوة كهذه هل يمكن أن يكرر بوتين تجربة اجتياح أوكرانيا ثانية؟ لا أحد يستبعد في هذه الأيام مسألة أن يقدم الرئيس الروسي أو أن تقدم روسيا والجيش الروسي على أي خطوة مماثلة أو حتى أن يكون هناك استهداف لبعض الدول مثل بولندا إذا كانت أيضا وقامت بتوريد الطائرات والأسلحة التي طرحت في السابق على بولندا بأن تقوم بتزويد أوكرانيا بالطائرات الأمر الذي رفضته بولندا إلا إذا قامت الولايات المتحدة باستلام هذه الطائرات في ألمانيا وسلمتها لأوكرانيا وقد يكون هناك بالفعل تداعيات ولا أحد يعلم ما الذي يمكن أن يقدم عليه الرئيس الروسي كما قلت قبل الحرب لم يكن أحد يتوقع باستثناء الولايات المتحدة أن تقدم روسيا على الهجوم على أوكرانيا وأن تجتاح أوكرانيا الأوروبيون استبعدوا ذلك تماما واعتبروا أن هذا مجرد تهديد ولكن هذا الأمر حصل الآن هناك معطيات مختلفة والحرب لا زالت مستمرة ولا أحد يتوقع أو يعلم ما الذي يمكن أن يقدم عليه الرئيس الروسي من أجل حفظ ماء الوجه ومن أجل إبقاء روسيا أيضا لاعبا أساسيا في الساحة الدولية إذن لا أفق واضح حتى لأي تسوية ومؤشرات التصعيد والتوتر والتساع الحرب تتزايد شكرا جزيلا لك زاهي علاوي الباحث السياسي من بريد